عندما يتعلق الأمر بالانتخابات والوصول إلى الحكم في العراق يرى المحللون أن شهية الأحزاب وكل من شارك بالعملية السياسية تكون مفتوحة حد الشره وعليه فإن الحكم والمناصب غاية تبرر الوسيلة بحسب هؤلاء وسيلة بغض النظر عن ماهيتها فالمهم الغاية موفق الربعي النائب في البرلمان قالها بصراحة خلال لقاء تلفزيوني إن إرادة السياسيين هي أقوى من إرادة الشعب مؤكدا أن الأحزاب ستجبر الناس على المشاركة بالانتخابات ولو بالقوة إرادتنا السياسية إرادة قوية ما نسمح أن تروح عمليتنا السياسية أدراج الرياح ما نسمح إطلاقا ولا يمكن لو نجيب الناس بالقوة ونقاعدهم هم لا نسوي زميله بالبرلمان كامل إدليمي لم يخرج من الإطار نفسه ولكنه زاد من الحقيقة كيلا عندما وصف الحملات الانتخابية بالمعركة القذرة بكونها تعتمد على عوز الناس وفقرهم أنه أكو معركة معركة انتخابية قذرة تلوح في الأفق العراقي لا تمثل الشرف والنبل بشيء لأن أول أدوات التي ستستخدم بها هو المال السياسي ذات الرائحة النتنة والذي سيستخدم عوز الناس وضعفهم خاصة في المحافظات المنكوبة العوز نفسه والذي عبرت عنه ابتهال هاشم مديرة التخطيط والمتابعة ولكن بطريقة ثانية عندما أكدت وجود كتاب موجه من رئاسة الوزراء لوزارة التجارة بحجب البطاقة التموينية لمن لم يحدث سجله الانتخابي نعم الكليشة التي جاءت من أمان المجلس الوزراء تشير إلى كتاب مفوضية العلم المستقل للانتخابات الذي طالب وزارة التجارة بعدم توزيع البطاقة التموينية للمواطن ليس هذا وحسب فأدوات الحكومة ومعها الأحزاب لإجبار الناس على الانتخابات وإقرارها بموعدها وصلت إلى معاناة النازحين وإجبارهم على العودة قسرا إلى مناطقهم قبل تأمينها أو إعادة ترميمها أو حتى إزالة المخلفات الحربية من أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها وبالنهاية كل ذلك لا يهم فالأهم بالنسبة للأحزاب هو الوصول للحكم في انتخابات ستعيد إنتاج نفس الشخصيات تحت مسميات تختلف في العنوان ولا تختلف بالمضمون ولو كان على حساب الناس وحياتهم بحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان اشتركوا في القناة